موسيقى السلام عليكم اخوتي اخواتتي مرحبا بكم مرحبا في القناة ديالين نتمنى تكونوا بخير وعنى خير وفي امان الله اليوم انا بديكم واحد الوصفة كيك بالجزر او كيف كان قرروا يخززوا كتجي زويدة كتجي لديدة كتجي مفيدة يعني بالفوائد ديال الجزر على بركتي الله بسم الله اول حاجة نحتاجو فيها حاجة نقب الجزر ناخد جوجة الجزر نغسلوهم ونقوهم ونقطعوهم قطع نتحنوهم ناخدو 175 جرام دقيق الابيض ويكون من النوعية الجيدة ناخدو 125 جرام ديال السكر سانيدة نحتاجو نصف كأس ديال الزيت نحتاجو كأس صغير ديال البرتوقال لا تكترو في العصير البرتوقال يبقى اختياري يمكن تستغنو عليه ثلاثة بيضات ملعقة كبيرة كاكاو ملعقة كبيرة زبدة ونحتاجو خميرة الكيموية خميرة الحلويات على بركة الله بالنسبة الكأس الكريمة السائلة مع الكاكاو والزبدة نحتاجوها لتزين على بركة الله ناخدو الكأس الكأس الكرابائي المكسر ونضيفه الجزر ونضيفه نصف كأس الزيت وثلاثة البيضات ونضيفه الكأس الكرابائي ونحاوله انتحن الجزر تحلين رائعا وعندما يتم تحليل وهذا نحاول تحليل في الوصف كيف ستحننا كل شيء ثلاثة بيضات ونزيفه ونحن المقادر كل شيء وكيف ستحن دراري اذا اصابة لا يريد الخضر أو الجزر فهذا فرصة أن نوكله لهم كيف وكلنا الخبيزات نوكلهم الجزر في الكيك لا يظهر شيء فيه لغو بالنسبة للدراني لا يعرفون بأن هذا الجزر كاين في الكيك واللون الأورانج يعجبهم كيف يريدون كيف يريدون أن نضيف الملح ونضيف ونضيف للملح ونضيف نضيف نصف كأس عصر ليمون ونضيف لكي لا تتقل مع الجزر لا تتقل ونضيف لغو البرتقال أو السيترون في الكيك ونضيف الكريمة ونضيف كريمة كريمة كيف يقول لكم كاكاو كريمة 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 لا نستعمل كريمة كيف يجب كيف ترى كريمة كيف ترى كريمة كيف يجب سوف نخلطها جانبا و نخلطها مع خميرة الحلويات و نخلطها و نضيفها مع الخالط و كيف نقول لكم كيف يبقى النوعية للدقيق تقدر هذه الدقيقة لا يقضي لكم مرخية يمكنكم تزيدها للدقيق و لا يوجد كل شيء يعرفوا كيف يكون بحال كيك العادي تختلاف غير في المكونات التي قمنا بها المهم أن تكسطور الكيك يجب أن نعرفه دائما و كيف نخلطه و نشوف و كيف نخلطه و نشوف و كيف نعرف دائما هاد المقادير يعتني فيهم 175 غرام و كيف قلت لكم كيف يبقى نحتل بالنسبة للجزار يقدر تكونوا جزار كبار و لا صغار كيف يبقى دقيق عينكم و ميزانكم كيف تنقولوا نخلط المزج بين من هذه العناصر كلها يجب أن تتخلط مزيان يجب أن يعدنا خالة واحد كنا ناخده قالب الذي نختاره أنا اختارت هذا قالب دهنته بالزبدة و دهنته بالدقيق و ندير فيه الخالط كيك و ندخله للفرن ثم نقصه و نقصه و ندخله الكيك و نكتب على خطرها و الطريقة المعروفة يجب أن نقصه سكين أو كوردون أو شيء حاجه كذلك و من بعد سوف نقصه بعد مغطب سوف نزوقها مع بعض ان شاء الله سوف نضغط مغطب 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 اشترك الكيكة و لديه أورانج و لديه مغطب و لديه كيف نكتب سوف نستطيع والتي تصعب سوف نقوم بإضافة الكيك وخصوصا أننا سوف نقوم بإضافة الكوش الشوكولات لأنه لا يظهر من اللون سوف نقوم بإضافة الكوش الشوكولات سوف نقوم بإضافة الكوكا ومهرمش سوف نقوم بإضافة الكوكا ومهرمش الموجودة اليوم كان لدي شوكولات الأبيض البودرة الشوكولات البيضة وهي التي يزوغت بها وكيف ترى مدنة لها الشوكولات يجب أن تكون لون من الفق اللون البرتقالي كيف يكون الشكل ديالها وعندما يدو الشكل النهائي ديالنا ديال الكيك ديالنا نتمنى أنه يعجبكم وصار حركة يستحق تجربة وغمقا نشكر لكم فائب زاف إن شاء الله تتجربوها وغادي تصردو لي الخبار نتمنى أن هذه الحلقة تكون استفدتو وتكون حلقة خفيفة على قلوبكم وغادي نقطع لكم الحلوة باش نشوفوا كيفاش يكون شكل ديالها لان كيف تضيفها كيف تكون كلها كيف تكون شوكولات مع التزين ديالها كيف تكون تقطعها كيف يظهر منها هذا كل لون ديال الجزر الغزال الغزال ان شاء الله هانتم ما ترى ثم تشوفوا من بعد ما نقطعها نشوفوا الشكل ديالها من الداخل وها هو شوفوا اللون ديالها كيف يكون اللون أورنج شكرا للمشاهدة شكرا للتعليقات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة